بعد زواج لم يستمر وجدت ياسمين حلا مناسبا لها في المبادرة التي دعا إليها المحام المصري أحمد مهران وأطلق عليها زواج التجربة زواج يعتمد على إرفاق عقد مدني يضع فيه الطرفان شروطهما مع تحديد مدة تجدد تلقائيا إذا ملتزم الطرفان بالشروط بالنسبة لي جواز التاني بفكرة جواز التجربة أكيد ما حقق لي أنا نفسي استقرار نفسي وإن أنا ضمن أن الكلمة اللي هو ألا هو كاتبها يلتزم بيها أنا شايفة أن فيها التزام في عقد الاتفاق اللي أنا هعمله اللي هو مدود تلات سنين ده أنا هضيف الشروط السابقة اللي هتضمالي حقوقي قبل أو بعد الانفصال لو حصل الانفصال لقضى الله إحنا مش دخلين بنية أن إحنا نفاصل إحنا جواز مؤبت ومستمر إحنا بس في حالة أنه هو كل واحد فينا زي ما تقول يعني متفقين وكل واحد عارف اللي اللي عليه الجدل الذي أثارته المبادرة بين روادي مواقع التواصل الإجتماعي انتقل أيضا إلى شارع الذي تباينت آراؤه حولها الأديان كلها بتقولك أن الجواز ده حاجة يعني حاجة سامية في الدين الإسلامي والدين المسيحي والدين اليهودي جميع الأديان بنلعب حتى في الحاجات اللي لا ينفع فيها النقاش والله هو كويس جدا هو بس أهم حاجة ما يكونش يكون فيه أطفال فيه في المشوار ده عشان ما يتزلموش أنا طبعا ما أقبلهاش ربنا سبحانه وتعالى قال يعني نتزاوج وكل واحد بنصيبه وفيه طلاق هتساعد برضو على التفاهم بين الاتنين ويبقى قدامهم طبعا فرصة وقت أنهم يأخذوا خاراتهم مع نفسهم ويتفاهمهم مع بعض أكتر ودي هتريح بكتير أوه في نسبة الطلاق على فكرة ولقيت الفكرة أيضا معارضة بين رجال دين ليس لأن عقود الزواج الشرعية الحالية لا تمنع وضع شروط من الطرفين فقط لكنهم يقولون إن تحديد مدة الزواج يبطل العقد لا يجوز شرعا اتجوز وما ترميش يمين طلع على زوجتك اختلفت بعد سنة ما عجبتكش بعد سنة بعد سنتين تفضل مربوط لخمس سنين ومن ربنا سبب مفتوحة ليه الزواج لا يحدد بمدة هل ينفع إنه واحد رايح يتجوز وحده يقوم يقولي الولي أمرها إن شاء الله بنتك أنها تخذها على سبيل التجربة إن فلح تخليها إن فلح تشاء طلقها لك وفقا لآخر إحصاء رسمي عام 2019 فقد زادت حالات الطلاق بنسبة ثمانية في المئة عن العام الذي سبقه وبلغت نحو مائتين وسبعة وثلاثين ألف حالة طلاق مبادرة زواج التجربة تهدف وفق مؤسسها إلى خفض نسب الطلاق في مصر عن طريق وضع الشروط التي يتوافق عليها الزوجان مكتوبة في عقد الزواج وتحديد مدة لا يحق لهم الانفصال قبلها وهو شكل جديد للعلاقة الزوجية يصطدم برفض قاطع من رجال دين وشريحة كبيرة من المجتمع أحمد حسين الحرة القاهرة